موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة أخبار السادسة من قناة عدن الفضائية أهلا بكم التقى وزير حقوق الإنسان محمد عسكر مدير دائرة الشرق الأوسط في اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي ونقل عسكر أثناء لقائه تعازي الحكومة والشعب اليمني باستشهاد زميلهم حنى لحود من طاقم الصليب الأحمر أثناء عمله في محافظة تعز مشيرا إلى أن العمل مع البعثة الدولية للصليب الأحمر في اليمن أساسي متطلعا إلى أن يكون على أعلى مستوى من التعاون والشراكة وأكد عسكر أن الحكومة ستعمل على تنسيق الجهود وتوفير كافة الظروف الملائمة لعمل الصليب الأحمر من جانبه أكد مدير دائرة الشرق الأوسط في اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن البعثة الدولية حريصة على العمل في اليمن بهذا الظرف الاستثنائي والعمل على رفع ميزانيتهم ومشاريعهم مشيدة بتعاون الحكومة مع اللجنة حضر اللقاء نائب سفير بلادنا لدى جنيذ محمد الفقمي ووكيل وزارة حقوق الإنسان لقطاع الشراكة والتعاون الدولي نبيل عبد الحفيظ التقى سفير بلادنا لدى المغرب عز الدين الأصبحي المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الدكتور عبد العزيز التويجري في مقر المنظمة بالرباط وخلال اللقاء قدم السفير لمدير عام المنظمة نسخا من تقارير وزارة حقوق الإنسان والتقرير الأخير لللجنة الوطنية للتحقيق في الدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان واستعرض الأصبح واقع الانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها ميليشيات الحوث الإنقلابية وخطورة التوغل الإيراني في اليمن من خلال دعمه للميليشيات الإنقلابية التي صادرت مؤسسات الدولة وتعمل على تمزيق اليمن وتدمير آفاق السلام ليس في اليمن وحسب ولكن في المنطقة بأسرها من جهته أكد دكتورة تويجري موقف الأسيسكو الداعم لمسار الاستقرار والسلام في اليمن عبر استعادة مؤسسات الشرعية وإنهاء الانقلاب مؤكدا تعاطي المنظمة مع التقارير الوطنية بإيجابية والعمل على تعميمها على بعثات الدول العضاء في المنظمة أكد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان تحالف رصد أنه رصد 1354 حالة اعتقال وإخفاء قصري في مختلف المدن والمحافظات اليمنية خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 30 من يونيو 2018 جاء ذلك في تقريره الخاص بالاعتقال التعسفي والإخفاء القصري الذي استعرضه الناشط الحقوقي مراد الغارات على هامش انعقاد دورة 39 لمجلس حقوق الإنسان بجنيب وأشار التقرير إلى أنه رصد 1670 حالة اعتقال تعسفي ومائتين وثمانية وسبعين مخف قصرا في مختلف المدن والمحافظات اليمنية وبحسب إحصائيات التحالف فقد تم اعتقال 42 طفلا و23 امرأة ومائتين وثلاثين سياسيا وناشطا حزبيا واثنين وثلاثين حقوقيا وسبعة عشر اعلاميا وثلاثمائة وسبعة من الفئات العمالية ومائة وأحد عشر طالبا جامعيا ومتوسطا وواحدا وثمانين عسكريا واربعة وستين تربويا وستين من فئة التجار واربعة واربعين شيخا اجتماعيا وواحد وعشرين طبيبا وأكاديميا وواحد وثلاثين واخفاق قسرا لثمان نساء وستة أطفال واربعين سياسيا وناشطا حزبيا وسبعة اعلاميين وخمسة نشطاء حقوقيين وستة وسبعين من فئات عمالية وخمسة وثلاثين عسكريا واثنين وثلاثين طالبا وسبعة وعشرين شيخا اجتماعيا وعشرة تجار وثلاثة أطباء وأكاديميين واربعة عشر توزعوا بين فئات أخرى يعيش المواطنون في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي منذ الحادي والعشرين من سبتمبر من عام 2014 تدهورا في الحالة المعيشية والحياتية ويسعون دائما إلى تدمير ما تبقى من فرص عيش لملايين اليمنيين في مناطق سيطرتهم ومفاقمة المأساة التي بدأت من الانقلاب الحوثي على الدولة بذريعة الجرعة المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي ومازالت عاصمة لكل اليمنيين وتشكل ملتقا لكافة الشرائح لكن صنعات تحولت إلى ما يشبه الحسينية عقب اكتياحها من قبل الميليشيات الحوثية الإنقلابية وفي مثل هذا اليوم من عام 2014 وفي الذكرى الرابعة للنكبة لإحتلالها من قبل الحوثيين يشعر سكان صنعاب الحسرة من الحالة الذي وصلت إليه بعد أن كانت تضم كافة النقب اليمنية من جميع المحافظات وكيف أصبحت بلون واحد ولا صوت يعلو على صوت الميليشيات منذ الواحد والعشرين من سبتمبر أيلول لعام 2014 نفذت ميليشي الحوثي حملة قمع غير مسبوقة حيث قامت باحتلال ونهب منازل المعارضين لها من القيادات السياسية والوجهات الاجتماعية كما استولت على جميع وسائل الإعلام وقامت بتجييرها لمصلحتها وبعد فرار غالبية المعارضين للميليشيات إلى المحافظات الآمنة وعواصم أخرى بدأ الحوثيون بتطويع صنعاء وتسليمها لإيران بشكل رسمي قبيل اكتياح الإنقلابيين كانت الأعلام الوطنية واللافتات الخاصة بالمناسبات الرسمية تهيمن على شوارع صنعاء لكن الوضع تغير منذ الواحد والعشرين من سبتمبر أيلول لعام 2014 حيث بدأت الشعارات الشيعية والمذهبية باحتلال تلك المواقع ولطقت الميليشيات جميع شوارع صنعاء والمواقع الإعلانية بالقسور بشعارات أعياد الغدير والصرخ الإيرانية وذكرى عاشوراء بالإضافة إلى عشرات المناسبات الشيعية والحوثية الخالصة فرضوا الطابع المذهبي بالعاصمة صنعاء والمناطق التي تحت سيطرتهم خلال الأعوام الثلاثة الماضية لم يقتصر على اللافتات المرفوعة في الشوارع العامة بل أمتد إلى بيوت الله حيث كانت المساجد الأكثر استهدافاً من أجل فرض أسلوبهم في الدين وخصوصاً المذهب الشيعي واتجهت الماليشيات الحوثية بعد ذلك إلى تغيير مضمون الكتاب المدرسي بأفكار مذهبية من أجل تزييف وعي ملايين الطلاب في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم لم يقف الحال إلى هنا بل تدهورت الحالة المعيشية والاقتصادية وتضاعفت الأسعار وتدهورت الحياة اليومية وانهارت قيمة الريال أمام العملات الإجنبية انقطعت مرتبات الموظفين فيما شرعت القيادات الحوثية بنهب المال العام وشراء المنازل الفارهة وتملك الشركات وأفرغت البنك المركزي من العملة الصعبة سعت الماليشيات في تفكيك النسيق الاجتماعي وتمييزاً في الترقيات العسكرية والتعيينات الاجتماعية لصالح ما يسمى فئة الهاشميين أو السادة حتى اختفى حكم الدولة وحل محلها حكم الماليشيات الهمجية وسيطروا على مفاصل الدولة وانتشر الفساد في كل مكان كما لعبت الحرب دوراً كبيراً في تشريد عشرات الآلاف من السكان وتشتت الأسر بين التاخلي والخارج ومارست الماليشيات قمعاً ممنهجاً على النشطاء والنخب ودمرت المواطن المغلوب على أمره ونجحت في خراب البلاد وتحويل اليمن من السعيد إلى الحزين لقناة عدن الفضائية ريهام جمال تمكنت قوات ألوية العمالقة تابعة للجيش الوطني مسنودة بقوات التحالف العربي من السعادة السيطرة على مؤسكر الدفاع الجوي في محافظة الحديدة وقالت مصادر عسكرية أن قوات الجيش تمكنت من استعادة السيطرة على مؤسكر الدفاع الجوي والمزارع المحطبة في منطقة كيلو ستة عشر شرق الحديدة وأضافت أن قوات الشرعية تمكنت من تأمين مزارع النخيل بمدرية بيت الفقي بعد معارك خاضتها ضد ميليش الحوثي جنوب محافظة الحديدة في الوقت نفسه شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن سلسلة غارات جوية على مؤسكر الجبانة ومنطقة العرج والكثيب شمال الحديدة يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيها ميليش الانقلاب الحوثية انهيارا كبيرا في صفوفها بعد معارك تكبدت خسائر بشرية كبيرة خلال الأيام الأخيرة في محيط مدينة الحديدة حيث خسرت الميليش المئات من عناصرها وقياداتها لقي عدد من عناصر ميليش الحوثي الانقلابية مصرعهم جراء غارة جوية استهدفتهم في مدرية الملاجم شرقي محافظة البيضاء وذكر مصدر ميداني أن مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية استهدفت طقما تابع للميليشيا في منطقة البيض بمدرية الملاجم وأكد المصدر أن الغارة أسفرت عن تدمير الطقم ومصرع كل من كان على متنه من عناصر الميليشيا شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية عدة غارات جوية على مؤسكر تسيطر عليه ميليش الحوثي الانقلابية شمال الصنعاء وذكرت مصادر محلية أن الغارات استهدفت مواقع الميليشيا في معسكر الصيانة الذي تسيطر عليه الميليشيا بمنطقة الحصبة أكدت المصادر سمع عدوية عدة انفجارات عنيفة ومتتالية من داخل المعسكر عقب الغارات أفادت مصادر محلية ميليشيا الحوثي الانقلابية كثفت نشاطها لحجد طلاب مدارس صنعاء ودفعهم للقتال في صفوفها وذكرت مصادر تربوية أن ميليشيا الحوثي كلفت عدد من مشرفيها بالنزيل الميداني إلى المدارس لاستقطاب الطلاب وتعبئتهم فكريا لإقناعهم بالتوجه إلى الجبهات وأوضحت المصادر أن الميليشيا تعمل على تجنيد الطلاب من خلال المحاضرات والدروس المعتمدة على الملازم الطائفية التي تقوم بإلقائها في الفصول الدراسية أو أثناء طابور الصباح وحذر أهالي الطلاب من خطورة هذه الخطوة على مستقبل أبنائها مطالبين المنظمات الحقوقية بالتدخل لحماية الطلاب ووضع حد لحملات التجنيد الميليشاوية ودابة ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران على استخدام المدارس لإحياء فعاليات طائفية وسياسية خاصة بها مستغلة سيطرتها على العاصمة صنعاء بقوة السلاح نهاية النشرة شكرا لطيب متابعتكم للقاء بحول الله اشتركوا في القناة